تيار الحكمة أعلن التوجه نحو تشكيل كتلة معارضة تضم مئة نائب فيما أكد أن الحكومة ستشكل من غالبية قوى الإطار مع التيار الصدري بمشاركة الحزبين الكرديين وتحالفي تقدم والعزم ليقتربوا من مئتين وأربعين نائبة القياد في التيار فادي الشمري أعلن في تدوينة أن الحكمة وقرابة مئة نائب من ساحات متعددة لن تشارك في الحكومة ويمكن أن يشكل معارضة دستورية قوية ومنضبطة مضيفا أن الثلثي مجلس النواب أغلبية حاكمة مريحة وثلث المجلس معارضة قوية